اهلا ومرحبا بكم اعزائي المتدربين في الفيديو السابع لليوم التدريب التاسع من التدريب بعنوان التواصل والمشاركة الفعالة لنجاح تصميم خبرات التعليم والتدريب الالكتروني الذي نتناول فيه الموضوع السادس بعنوان أهمية التواصل الفعال بين مختلف الإدارات وإيصال مرئيات مستخدم المنصة التعليمية أو التدريبية وبنهاية التدريب على الموضوع السادس سوف تكون قادرا على أن تعدد أهمية التواصل الفعال بين مختلف الإدارات تشرح أهمية إيصال مرئيات مستخدم المنصة التعليمية أو التدريبية أهمية التواصل الفعال بين مختلف الإدارات لا شك أن إطفاء جوا من التواصل الفعال داخل مكان العمل من شأنه أن يجعل الأعمال داخل المؤسسة التعليمية أو التدريبية تتم بهدوء وتساعد على ارتفاع مكانة المؤسسة بدرجة كبيرة حيث يساعد التواصل داخل مكان العمل على الإطلاع على كافة المستجدات المستحدثة ومعرفة كل ما هو جديد ويرتبط ببيئة عملهم ولا شك أن هذا سيؤهل العاملين للإبتقار وخلق بداء المناسبة للجميع كما يعمل التواصل الفعال على مد جسور الثقة والتوافق بين كل العاملين بالمؤسسة وشعورهم بالانتماء والولاء للمؤسسة التي يعملون بها يساعد التواصل داخل مكان العمل على الكشف المبكر عن أي مشكلات أو منغصات قد تعكر صف وبيئة العمل والتنبيه إليها وتلاشيها قبل أن تتفاقم فالتواصل الفعال بين مصمم خبرات التعليم والتدريب الإلكتروني وبين كافة الأقسام والإدارات بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية يدعم ما يلي زيادة المعرفة والمعلومات لدى جميع العاملين بالتعليم أو التدريب الإلكتروني بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية الأمر الذي يزيد الثقة بينهم ويجعلهم يعملون في اتجاه واحد وهو تطوير منظومة التعليم أو التدريب الإلكتروني لتلبي احتياجاتهم واحتياجات المتعلمين أو المتدربين وتحقيق الأهداف التعليمية أو التدريبية المستهدفة الكشف المبكر عن أي مشكلات في التعليم أو التدريب الإلكتروني والعمل على تلافي أي مشكلات مستقبلية مما يضمن توفير تجربة تعليمية أو تدريبية سلسة لكل من المتعلم أو المتدرب والمعلم أو عضو هيئة التدريس أو المدرب ورضاء المستفيدين عن الخدمة المقدمة التعرف على حاجات المتعلمين أو المتدربين بشكل واضح بداية من التسجيل بالمقررات المشتركة التي تمثل البرنامج المسجل فيه والعلاقات البينية بين المقررات ومدى اتصاقها من حيث نواتج التعلم والأنشطة التعليمية أو التدريبية والتقويمية ومدى كفايتها لاستفاء متطلبات التخرج من البرنامج تكوين علاقات إنسانية سليمة بين كافة المستفيدين من التعليم أو التدريب الإلكتروني فمقدرة الفرد على التعبير عن وجهة نظره وتوسيل رأيه للمسؤولين يضمن إلى حد كبير حلاً لمشاكله في بيئة التعليم أو التدريب الإلكتروني وخارجها أهمية إيصال مرئيات مستخدم المنصة التعليمية أو التدريبية يتعدد مستخدم منصة التعليم أو التدريب الإلكتروني بين المتعلمين أو المتدربين والمعلمين أو أعضاء هيئة التدريس أو المدربين وأولياء الأمور والكادر الإداري ولكل منهم مرئيات حول استخدام المنصة والمعلومات التي يحصل عليها والخدمات التي تقدم والتي يتوقع تقديمها والتطبيقات الإلكترونية المستخدمة ودرجة التفاعل بين المستخدمين لها كما أن كل منهم يرى الآخر من منظوره فما يراغ المعلم أو عدو هيئة التدريس أو المدرب نقطة قوة يمكن أن يراغ المتعلم أو المتدرب وولي الأمر نقطة ضعف وهكذا فاختلاف مرئيات كل منهم لها أهميتها لمصمم خبرات التعليم والتدريب الإلكتروني فمن خلال تلك المرئيات يتبين مدى رضاء أولياء أمور المتعلمين أو المتدربين حول أهداء المعلم أو عدو هيئة التدريس أو المدرب ورضاء أولياء أمور المتعلمين أو المتدربين عن تعليم أبناءهم وهذا يوضع في الاعتبار عند تصميم خبرات التعليم أو التدريب الإلكتروني لتقوم أكثر ملاءمة مع مهارات المتعلمين أو المتدربين التقنية وكذلك في بناء قدرات ومهارات المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس أو المدربين وعلى مصمم خبرات التعليم والتدريب الإلكتروني التواصل الفعال مع الكادر الإداري للمؤسسة التعليمية أو التدريبية للوصول إلى المزيد من مرئيات المتعلمين أو المتدربين وأولياء الأمور والمعلمين أو أعضاء هيئة التدريس أو المدربين والتي تمثل له مصدرا من مصادر التغذية الراجعة التي ترشده إلى طريق تطوير المقررات التعليمية أو التدريبية وتطبيقات المنصة التعليمية أو التدريبية وتطوير آداءه المهني في الختام نكون قد وضعنا بين أيديكم أهم الموضوعات الرئيسية الخاصة بأهمية التواصل الفعال بين مختلف الإدارات وإيصال مرئيات مستخدم المنصة التعليمية أو التدريبية شكرا لحسن إصغاءكم نسأل الله أن يعود عليكم بالنفع والفائدة متمنين لكم دوام التفوق والتميز ونلقاكم في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى بعنوان التواصل والاستشارة عبر الإنترنت